أربعة أنفاق من صنع حزب الله أعلنت إسرائيل حتى الساعة عن اكتشافها على حدودها الشمالية مع لبنان الرد الرسمي اللبناني جاء مؤكداً انتظار انتهاء التحقيقات التي تجريها قيادة قوات الطوارئ الدولية ليبني على الشيء مقتضى وتحقيقات اليونيفل قطعت الشك اللبناني باليقين مؤكدة ان الفرق الفنية التابعة لها تثبتت من وجود الأنفاق الأربعة وأن اثنين من هذه الأنفاق يخترقان الخط الأزرق وهو خط الحدود اللبنانية الإسرائيلية اليونيفل دانت انتهاك القرار 17-01 من جانب حزب الله وأكدت أن ما يجري يشكل مدعاة قلق شديد هذا يعني تعريض لبنان من جديد للاهتزاز وليعطاء زريعة جديدة للعدو الإسرائيلي كي يقوم بعمل عدواني تجاه لبنان مراراً وتكراراً نقول أن ميليشي حزب الله عرضت وتعرض لبنان إلى الاهتزاز قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب جال على كبار المسؤولين اللبنانيين مطالباً باتخاذ إجراءات عجلة لضمان الاستقرار على الحدود رئيسي الجمهورية والحكومة أكداً تمسك لبنان بتطبيق القرار 17-01 ولكن حزب الله اليوم وكما دائماً يغرد خارج سرب الموقف الرسمي اللبناني حزب الله ما عنده شي يخسره عم براهن بلبنان بكيان لبنان بسيادة لبنان بالشعب اللبناني بهيبة الدولة اللبنانية والأنظار تتجه إلى جلسة مجلس الأمن الدولي المرتقب يوم الأربعاء والمخصص حصراً لبحث ملف أنفاق حزب الله مع ما يمكن أن يعني ذلك من تداعيات على لبنان مرة جديدة حزب الله يضع البلاد على فوهة بركان متفجر لبنان كل لبنان معرض اليوم لأن يدفع ثمن السياسات حزب الله وممارساته مرسل كرم الإخبارية بيروت شكراً على قناة كنا الله Johannes شكرا